هل مجال التسويه الالكتروني يصلح لك كوظيفة سابتة? او هل انت لو تعلمت مجال التسويه الالكتروني هتقدر تلاقي وظيفة وتشتغل وتبدع وتحس ان انت مرتاح في الشغل ده? اكاد اجزب ان السؤال ده اكيد جي على بالك قبل ما تخش مجال التسويه الالكتروني عشان تعرف هل انت فعلا هتلاقي وظيفة وهتشتغل وتكون مرتاح? ولا هتضيع وقت طويل جدا جدا في ان انت تتعلم حاجة وفي النهاية ما تلاقيش فيها نفسك او تقدرش تبدع فيها عشان توصل لمراحل كبيرة جدا او مستويات كبيرة جدا في المجال ده وبما ان دي تاني محاضرة لنا في كورس التسويه الالكتروني فخلينا كده ناخد خطوة الوراء ونتكلم عن المجال بشكل عام ولو انت مسوي الالكتروني هتتعامل مع مين? وايه هي بتاعتك او هنقول التركيبة العقلية اللي انت المفروض تتمتع بيها وانت شغال هذه الوظيفة. ودلوقتي بقى خلينا نبدأها من الاول خالص الاو هو دور التسويه الالكتروني في ادارة وتطوير الشركات سواء شركات صغيرة او متوسطة او حتى كبيرة. فلو انت داخل مجال التسويه الالكتروني لازم تفهم كويس جدا الشغل بتاعك هو موضوع ايه من الاعراب? او هنقول انت عبارة عن ايه في الشركة? والناس مستنية منك ايه? او ايه هي اللي هما مستنينها منك? فدلوقتي في عصرنا هذا مجال التسويه الالكتروني هو يعدي ركيزة اساسية في اي بيزنس سواء حتى بيزنس تحت السلم لسه بادئ صغير كده بسيط جدا او حتى شركة ضخمة جدا فيها الاف مؤلفة من الموظفين. ليه? لان هو يعتبر التطوير او هنقول التطور الطبيعي او اللي هو التسويه التقليدي. التسويه التقليدي زي ما انتم عارفين الاول كان عبارة عن تسويه عن طريق الجرائد عن طريق القنوات التلفزيون عن طريق الراديو عن طريق المطبوعات والان هي تتوزع في الشوارع والكلام ده كله. في منها الاستمر لحد النهاردة معنا زي التلفزيون والراديو والكلام ده كله ولكن بشعبية اقل نسبيا. ليه? ده لان تكلفته عالية جدا. طيب ليه تكلفته عالية جدا من التسويه الكتروني? لان احنا بنتكلم على تكلفة التشغيل. تكلفة التشغيل الخاصة بالتسويق التراديشنل او التسويق التقليدي زي قناة الفيزيونية او راديو او مثلا اللي هي اليونيبول اللي في الشرع او هنقول اللي هي اليوفط اللي في الشرع ده كله تكلفته عالية جدا على المصنع نفسه او اللي هو اللي في الصناعة ليه لان طبعا القناة التلفزيونية الاعلان فيها غالي جدا لان فيها موظفين كتير مزعين فيها بث فيها كذا فيها كذا فيها كذا نفس الشيء الراديو يمكن هو اقل تكلفة من التلفزيون ولكن برضو بيتدفع له فلوس كتير جدا كتشغيل محطة الراديو نفسها وبرضو اليوفط او المساحات الاعلانية الموجودة في الشوارع اسعارها عالية جدا لان صاحبها او الشركة المالكة لهذه المساحة بتدفع فلوس كتير جدا سواء للبلدية او الدولة او الكلام ده كله علشان تاخد هذه المساحة وبالتالي بتأجرها للناس التانية او المعلنين وبتاخد اللي هي المكسب بتاعها فعشان كده فيه مصاريف تشغيلية كبيرة جدا اما التسويه الالكتروني لأ هنقول ليه لأ لان انت عندك منصة فيها ملايين المستخدمين وكل الكلام ده كله الناس بتستخدمه مجانا تكلفة تشغيل هذه المنصة نسبيا هنقول نسبيا بسيطة مقارنة من التلفزيون والكلام ده كله هتقول لا ثانية واحدة محمد ازاي نسبيا ده شركة زي شركة فيسبوك او شركة زي شركة جوجل او يوتيوب او الكلام ده كله المفروض بيكون بتصرف مليارات المليارات على المنصات هقول لك اه ولكن تعال كده تشوف طريقة المكسب طريقة المكسب لما يكون فيه الاف المعلنين النهاردة لو انت عندك مساحة في هنقول في التلفزيون هنقول مدة معينة في التلفزيون لما تيجي تأجرها تأجرها الواحد بس او تيجي تباعها تباعها الواحد بس معلن واحد او اتنين عندك فيلم عندك مسلا مسلسل عندك كزا فبالتالي انت محكوم بعدد دقايق معينة او عدد ثواني معينة ما بين الفواصل الاعلانية اللي احنا بنسميها فواصل اعلانية وبالتالي هنا محكوم بعدد معلنين معين فبتعلي التكلفة جامد جدا اما المنصات التواصل الاجتماعي هي مش محكومة بحاجة معينة عادي جدا ممكن الاف المعلنين يعلنوا يوميا ما عندهمش اي مشاكل خالص بالعكس ده هما بيكسابوا اكتر بكسر جدا من التلفزيون لان التلفزيون ليه رقم سابت او ليه سعر سابت بيدفاعوا المعلن وليكن الدقيقة بالف درهم هنقول عسابين المسال يعني الدقيقة بالف دياب الفين الكلام ده كله اما السوشال ميديا او هنقول التسويه الالكتروني المعلنين بيتضربوا مع بعض في حاجة زي ما زاد كده علشان يدفعوا الفيسبوك او يدفعوا انستجرام او 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 اي منصة ان كانت عشان يبدأوا يظهروا للمعلنين ففي النهاية اللي كسبان هو السوشال ميديا طيب نرجع كده خطوة الورا كمان وهنقول ان دلوقتي عرفنا ان المنصات السوشال ميديا او منصات التواصل الاجتماعي او هنقول التسويه الالكتروني نسبيا ارخص بكتير جدا وفعاليته كمان اعلى من التسويه التقليدي فبالتالي كل الشركات سواء الصغيرة او كبيرة اتجهت للتسويه الالكتروني علشان ده مصدر قوي جدا ليه هنقول الانتشار لو انت شركة جديدة او حتى شركة عايز تحافظ على العمل بتاعها او كمان مصدر رخيص لزيادة المبيعات كلمة رخيص دي مش كلمة لطيفة جدا ولكن احنا بنتكلم كمسويين بعد الوقت فمش هنجمل الكلام ونقول اقل نسبيا من لا اقول لك ان هو نسبيا رخيص فمن الاخر يعني كده فبالتالي النهاردة الناس اللي بتعلن على السوشال ميديا عندها قبلها تدفع مبالغ اقل بكتير وتوصل لنتائج اعلى سواء زيادة المبيعات او حتى الانتشار مش بس كده حتى الكنترول نفسه ان انت تشوف كم واحد شاف الاعلان بتاعك كم واحد ضغط على اللينك او ضغط على الاعلان تقدر تستهدفه تاني باعلانات تانية والكلام ده كله ده طبعا مش موجود ابدا لا في التلفزيون ولا في الراديو ولا كل الكلام ده كله فعرفنا اهمية التسويه الكتروني عند الشركات كلها وان هي كلها اتجهت نحو التسويه الكتروني ده طبعا يعني شفناه بالكثرة ايام كورونا وايام الحجر طيب كده عرفنا اهمية التسويه الكتروني عند الشركات فبالتالي موقفك انت او دورك انت كمسويه الكتروني بقى مهم في اي شركة اي شركة ايا كانت هتحتاج مسويه الكتروني بغض النظر على حجمها ممكن تكون حجمها صغير جدا فمتدرش تعين واحد او بدوام كامل في الشركة عشان يقدر يسوّق لها المنتجات بتاعتها او الخدمات بتاعتها. ودي طبعا الشركات الكبيرة بتقدر ان هي تعين اكتر من واحد او فريق تسويق كبير علشان يقدر ان هو يعمل لها حملات بتاعتها كلها. اما الشركات الصغيرة فبتتجه الى يا اما فريلانسر او اللي هما الناس اللي هي بتعمل اعلانات كده لوحدها او كمان شركات تسويق اخرى علشان تمسكن لها كل التسويق. فطبعا اه الموضوع النهاردة بيختلف من فريلانسر لشركة تسويق او كمان موظف تسويق في شركة كبيرة. في النهاية خالص انت دورك كمساوي الكتروني دور مهم جدا ومطلوب جدا 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 في جميع الشركات. ودي من اهم الوظائف اللي انت ممكن تتعلمها او من اهم الاعمال اللي انت ممكن تتعلمها لان هي يعني يعني مش هتتعلم عشان تشتغل في بلدك بس. انت تعلم عشان تشتغل في بلدك ممكن تشتغل في بلد تانية. لو سفرت اي بلد تانية حتى لو انت اللغة بتاعتك ضعيفة شوية هتقدر تشتغل هناك لان انت اتعلمت التكنيك. زي بالزبط كده المبرمج. المبرمج لو هو شغال في مصر او شغال في الجزائر او تونس او المغرب او السعودية او الامارات. لو هو جات له سفرية اي دولة اوروبية هيروح برضو اشتغل مبرمج. لان النهاردة كل ما عليه فعله هو ان هو يفهم او يفهم ايه هو المشروع اللي شغال عليه. وبالتالي هيقدر ان هو يعمل البرمجة بتاعتك. ونفس الشيء التسويق الالكتروني انت في بعض القواعد اللي احنا هيتعلمها في كورس ان شاء الله مع بعض في الطريقة عملية طبعا هتفهمها وتقدر تمشي عليها سواء داخل الدولة بتاعتك او خارج الدولة او في اي مكان. فقبل ما تشتغل في هذه الوظيفة لازم تعرف اهميتك في اي شركة انت بتخشها. انت عبارة عن الزراع اللي بيوسع الشركة او بيزود مبيعاتها. ولكن في بعض الامور لازم تكون فاهمها كويس جدا كمسوي الالكتروني علشان ما تشيلش شغل غيرك وانت مش عارب. يعني يا محمد ممكن اشيل شغل مش بتاعي. بمنتهى البساطة مش كل الشركات فهمة يعني ايه تسويق. يعني كل الشركات محتاجة تسويق. ولكن مش كل الشركات فهمة يعني ايه تسويق. ده بيوصلنا لايه? بيوصلنا ان بعض الشركات اللي فهمة تسويق لما بتجيبك بتكون عارفة هي مستنية منك ايه وعارف ان انت هتعمل لها ايه والكلام ده كله. اما الشركات اللي مش فهمة تسويق بتعمل خلط ما بين التسويق والمبيعات. تمام? يعني ايه? يعني انا بجيبك يا مصوى الالكتروني تعالى سواء لي المنتج ده. ومستني منك مبيعات. لا حبيبي استني واحدة كده. انا هسواء لك المنتج. يعني ايه هسواء لك المنتج? يعني هنشر لك المنتج في كل حتى. هوصل لك المنتج بتاعك ده للناس اللي محتاجاء بناءة على التولز او الادوات اللي انا متعلمها او اللي انا بطقنها كمهارة شغال بيها اونلاين او شغال بيها عن طريق الكمبيوتر. فبالتالي انا زي المبرمج بالزبط كده عارف المهارة بتاعة الكودينج او بتاعة البرمجة. فانا انت انت بتفكر في مشروع معين بتدهوني كمبرمج بنفزه لك وبعطيه لك. المشروع ده بقى ناجح. مش ناجح دي مش مشكلتي انا كمبرمج. انا بدي لك الموقع او بدي لك البرنامج او بدي لك الحاجة اللي حلمت بيها وكتبتها على ورقة وكلام ده كله. كن بقى ان انت شايفها ممكن تتنفز على ارض الواقع والناس تجيب تشترك فيها والناس تطلع منها فلوس وكلام كله. دي مش مشكلتي انا كمبرمج. نفس القصة انت النهار ده كمسوق الكتروني. قصتك كلها هو ان انت تاخد المنتج من العميل. تفهمه. وتبدأ ان انت توصله للناس اللي محتاجاها او الناس اللي هي مهتمة بيه. ولكن. ولكن. الناس اشتريت او ما اشتريتش دي مش قصتك انت. بس لازم تكون فهم حاجة مهمة جدا ان دورك في التسويه الاكتروني هو ان انت تاخد المنتج من صاحب المنتج ده وتنزله السوق وبالتالي تخلي الناس المهتمة بهذا المنتج طبعا بعد ما اتعلم الادوات والطريقة التسويق والكلام ده كله وتسويق المحتوي حياتي كلها في هذا الكورس ان انت تاخد الكلام ده وتنزله للناس المهتمة والناس المهتمة ينجزبوا للااعلان بتاعك وبالتالي يتواصلوا مع صاحب الاعلان او ما تواصلوا مع صاحب المنتج. وهنا تكون مهمتك انتهت. بس ان هم اشتروا او ما اشتروش دي مش مهمتك كمسوي الكتروني على قد ما هي مهمة السيلز او المبيعات. الناس اللي شغالة مبيعات في هذه الشركة او هذه المؤسسة. فلازم تكون فاهم كويس جدا دورك عبارة عن ايه? علشان انت النهاردة ما تشيلش شغل غيرك. ما تلاقيش ان هم تواصلوا مع الناس هناك ما اشتروش لان المبيعات مش شطرة او ما عندهمش اصلا مبيعات. فتلاقي جاي يقول لك والله في ناس كتير جدا بتتصل بيا ولكن ما حدش لسه لحد دلوقتي اشترى او ما حدش لسه عمل لحد دلوقتي. فلا ثانية واحدة انت عندك خلل عندك انت انا خلاص تمام عملت شغلي. طبعا اكيد مش هتقول له كده يعني انت خلاص عملت شغلك ولكن بتشوف ايه الخلل اللي عنده عشان تساعده على ان هو ياخد قرار معين في تعيين ناس سواء سيلز او ان هو يتطور من طريق التواصل مع الناس عشان يقدر ان هو يقنعهم في شراء المنتج. ففي النهاية التسويق الالكتروني هو عبارة عن مجموعة من الادوات مجموعة من المهارات مجموعة من الطرق للوصول الى اشخاص مهتمين بالمنتجات معينة احنا مسؤولين عن تسويقها ولكن بعد كده شطارة المؤسسة او شطارة الشخص اللي تواصل مع هؤلاء الاشخاص ان هما يشتروا المنتج. معلش طولنا جدا 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 في نقطة دي ولكن كان واجب علي ان انا افهمكو يعني ايه تسويق الالكتروني ودورك ايه كمسوي الالكتروني ودورك بيقف لحد فين عشان زي ما قلت لكم في ناس كتير جدا بتقع في المشكلة دي وسعب بتخسر شغل وسعب بتخسر وظيفتها بعد ما تعينت في اي شركة عشان هي نفسها مش عارفة دورها بيقف لحد فين. من اهم المهام اللي انت بتقوم بيها كمسوي الالكتروني في اي مؤسسة هي اول حاجة فراءة اهداف العميل. يعني اول حاجة بتعملها هو ان انت تقعد مع العميل بتاعك او وبالتالي انت بتوظف مهاراتك اللي تعلمتها في التسويق الالكتروني او شطرتك في التسويق الالكتروني في ان انت تنفذ هذه المهام علشان توصل الهدف اللي انت عايزه. ولازم النقطة دي تكون واضحة جدا كاول خطوة. ما ينفعش ان انت تخش كده وتقول يلا بينا يلا نسوق وخلاص. لازم تقعد مع العميل وتسأله انت هدفك رئيسي ايه? وما تلاقيش العميل ان هو بيقول لك والله انا هدفي انتشار ومبيعات في نفس الوقت. لازم يكون هدف واضح وصريح. يا اما انتشار مع قليل من المبيعات وبالتالي المبيعات هتيجي بعدين. يا اما مبيعات صريحة مع قليل من الانتشار. ليه بقى? لان كل مهام من دول وليها متطلباتها. ليها المحتوى بتاعها. ليها طريقة الاعلانات بتاعتها. وليها النتائج بتاعتها. ما يفعش تقولي والله انا هعمل انتشار قوي جدا جدا وهعمل اعلانات ودي اللي هنتعلمها ان شاء الله في المحاضرات الجاية وبالتالي بعد كده اه مفيش حاجة حصلت في المبيعات دي لان نوع الاعلان نفسه اللي هو انتشار بيوصل الاعلان بتاعك العدد كبير جدا من الناس ولكن المجاعد بتكون قليلة على عكس الاعلان التاني اللي هو اصلا غرضه مبيعات بيكون الخوارزميات بتاعة الفيسبوك والانستجرام والكلامنا كله متوصل الاعلان للناس اللي بتشتري فهتلاقي نسبة الناس اللي انت بتوصل لها اقل ولكن النتائج اعلى كمهم جدا تحدد بدقة هدفك من التسويق الاكتروني او هدف العميل بتاعك من التسويق الاكتروني عشان تقدر تبدأ في الخطوات البعد كده بعد ما تكون فيهمة العميل بتاعك كويس جدا وهدفه من الاعلانات فتبدأ ان انت اتابع بقى مع بقية الفريق بتاعك سواء الفريق بتاعك ده هو اللي انت شغال معهم كفريلانسر يعني من بعيد لبعيد كده او فريق اللي انت معينه في الشركة عندك لو انت شركة تسويق او لو انت موظف في شركة وفي تيم بقى معك اللي هو مين بقى تيم ده? عبارة عن كاتب المحتوى مصمم الجرافيك مصمم الفيديوز او اللي هو المونتير ومدير الموقع الالكتروني والاس اي او وكل الناس دي كلها طبعا ده هنتعليه بالتفصيل جدا 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 في المراحل الجاية ما يغرقش الكلام الكتير ده كله ولكن الموضوع بسيط جدا جدا وما تصعبش الامور على نفسك خلينا اقول لك ان زي ما اي حد دخل المجال ونجح فيه انت تقدر تنجح فيه ولكن بشوية تركيز فانت دورك كعضو من اعضاء هذا الفريق ان انت بتتابع مع كل واحد من دول عشان ينفز لك الحاجات اللي انت عايزها يعني انت النهاردة عايز بوست ينزل على السوشيال ميديا فابتعمل ايه بترجم يكلم كاتب المحتوى تقول له انا عايز بوست عن واحد اتنين تلاتة عايزين نعمل بوست ينزل في الايد عن مسلا تخفيض معين عاملينه على المنتج الفلاني فهو بيكتب المحتوى ده انت بتاخد المحتوى وتبدأ تديه للعميل او تديه للمدير بتاعك وافق عليه بيبدأ على طول الخطوة اللي بعد كده المحتوى ده بيروح لمصمم الجرافيك يبدأ ان هو يصمم التصميم نفسه اللي هو بقى يعني هنقول ايه او هنقول يعكس الكتابة دي عبارة عن على تصميم يعني يعكس الكتابة دي كفكرة لتصميم مرئي الناس تتفرج عليه بالتالي او فيديو ممكن يكون فيديو مش شرط يكون اه تصميم عادي بالتالي بعد ما يخلص الكلام ده كله تنزل بقى انت حضرتك كاعلام وتشوف بقى هتبعت الناس فينا على الموقع الالكتروني فانت بتتابع مع مدير الموقع او المسؤول عن الموقع او الويب ماستر علشان تبدأ تشوف الترافيك عامل ازاي وهل حصل مبيعات ولا ما حصلش مبيعات عشان تطور من الاعلام بتاعي وطبعا كل الكلام ده كله يتخلله اطلاق الحاملات الاعلانية وادارتها وتطويرها وتحسينها واختيار المنصة الصحيحة واستراتيجات التسويق والاهداف كل الكلام ده كله هو شوالك الاساسي انت شوالك يا مساوي الالكتروني ان انت تحط الاستراتيجيات تختار المنصات اللي هتشتغل عليها في منصة ما جابتش معاك نتيجة بتختار منصة تانية والكلام ده كله ولكن عشان ما تتخضش من كل الكلام ده كله وحاجات بقى خطط واستراتيجيات وبتاع وازاي هقدر الموضوع فعلا بسيط جدا والموضوع فعلا مش الحاجة اللي واو قوي والكبيرة جدا والصعبة قوي على اي حد لا الناس بتتعلمها عادي جدا والناس بتشتغل فيها عادي جدا كل ما عليك فعله هو ان انت تتعلم صح وتفكر فيها بطريقة صحيحة وتشغل دماغك او تغير من بتاعك علشان تقدر ان انت تتواكب مع او تواكب المنصات الجديدة اللي بتظهر والكلام ده كله فالموضوع مش صعب ولكن محتاج منك شوية صبر ومحتاج منك شوية مجهود وشوية ثقة وانا هنا بقول ثقة مش غرور ليه لان فيه ساعات ناس بيتغروا في نفسهم انا مسوي الكتروني قوي وبتاعه مش عارف ايه واحسن واحد في الدنيا وبتاع ده عشان عمل كم اعلان نجح والكلام ده كله ولكن في النهاية الموضوع ما بيرجعش ليك التسويه الكتروني هو عبارة عن عامل زي الصيد بالزبط انت كأنك بتصطاد بتحط خلاص اخترت المكان انت هتصطاد فيه جبت الطعم المناسب من وجهة نظرك بناءا على الدراسات اللي انت عملتها ان اللي مش عارف ايه بتصطاد بايه والكلام ده كله زي ما بيقول الكتاب جبته حطيته في الصنارة رميت هنا وانت بحظك بقاعد بتشوف النتائج عبارة عن ايه تطلع بسمكة ما تطلعش بسمكة طب طلعت بسمكة يبقى انت ممتاز جدا طب ما طلعتش بسمكة خلاص بتغير المكان اللي انت فيه بتروح مكان تاني والكلام ده كله بالزبط ليه واحد بيقول على نفسه ان هو مسوي الكتروني فضيع وما جابتهش ولادة زي ما بيقوله كده ولكن ما بحدش بيقول والله انا صياد فضيع جدا 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 جدا. ليه? لان استيت ده رزق. انت النهار ده بتختار مكان ممكن ما يكونش في سمك. ان انت بترمي السنارة وانت مش عارف ايه اللي تحت. تمام كده? لكن النهار ده في التسوير الكتروني انت بتبقى قاعد على الكمبيوتر مش عارف ايه اللي في الخوارزميات. مش عارف ايه اللي في الدنيا وراه. صح? فبالتالي انت برضو بترميز النارة وبتشوف الرزق بتاعك كبار عني. ولكن هنا انت النتاج اللي بتزهر لك بتبدأ تحسن عليها وتبدأ ان انت تطور منها. خلاص ده شغلك. شطرتك هنا في التسويه الالكتروني. مش ان انت تقول والله انا افضل واحد. لا شطرتك في التسويه الالكتروني. هو ان انت تشوف النتاج اللي زهرت لك وتحسنها. سواء جات نتاج ايجابية خلاص بتطور عليها. جات نتاج سلبية خلاص بتاخد على طول وتبدأ تطور علشان خلط تتجنب النتاج السلبية دي وتشوف نتاج ايجابية افضل والكلام لكله فالموضوع هو عبارة عن زي الصيد بالزبط زي الصيد حرفيا بالزبط مفيش واحد يقول لك انا احسن واحد لان في النهاية احسن واحد حتى بيعمل اعلانات وبتفشل معي انا شخصيا بعمل اعلانات وممكن تفشل معي عادي جدا انت ممكن تعمل الاعلانات مش شرط بيكون لسه بادئ او بقال لتلاتين سنة في المجال بيعملو الاعلانات وما بيجيبش النتاج اللي هو عايزها فبدأ يطور منها والكلام له كله الفرق الوحيد الفرق الوحيد اللي بين المسوي في المجال والمسوي في المتعلق باله سنين طويلة في المجال هو القرار سرعة اتخاذ القرار يعني ايه سرعة اتخاذ القرار يعني انا عملت اعلان قاعد تلات اربعة ايام بان وبالتالي النهاردة بشوف النتاج بتاعته هل نتاج مرضية ولا مش مرضية واحسن عليها اما الشخص الجديد في المجال بيكون متخوف جدا بيعمل الاعلان يدوب يوم في التاني بيلاقي النتائج مش هي فبيروح جاء قافل الاعلان على طول وشايف غيره وهكذا ما بيديش فرصة للمنصات ان هي تدي له النتائج المطلوبة وده غلط وبالتالي ده اللي بيأثر على نفسيته بيأثر على ثقته في نفسه بيأثر على مجاله كمان وصمعته قدام الناس وبعد ما تاخد كل المعلومات عن المنتج بتبدأ بقى واحدة واحدة اتحدد مين هو الجمهور المستهدف بتاعك مين هم اللي بيحتاجوا هذا المنتج وصفاتهم ايه وعبارة عن ايه وهنقول مهتمين بايه وازاي يهتموا بالمنتج بتاعك او لما بيجوا يهتموا بالمنتج بتاعك بيروح على كم بالزبط هنروح على سوشا ميديا ولا بيروح على وده هنتكلم فيه بالتفصيل الممل مش عايزك تقلق خالص كل حاجة هنتكلم فيها بالتفصيل الممل في المحاضرات الجاية بطريقة عملية تماما هنفتاح الكمبيوتر كده نلعب مع بعض على كل المنصات فتبدأ تحدد مين هو الجمهور المستهدف بتاعك اعمارهم اه هنقول هوا رجالة ولا ستات اهتماتهم ايه كلام ده كله وتبدأ تشوف الدنيا ماشي ازاي لازم تفهم مين هو الجمهور بتاعك وبرضه برجع اقرر تاني في هذه النقطة لازم تكون فهم كويس جدا الهدف بتاع الاعلام بتاعك او الهدف بتاع العميل بتاعك لو هو عايز مبيعات ولا هو عايز انتشار لان ده يساعدك كويس جدا او يساعدك جدا 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 في اطلاق الحملة الاعلانية بتاعتك المتطلبات دي هي عبارة عن متطلبات نظرية يعني انت تكتبها كده بقلم ورقة وتحطها عندك وتفكر فيها والكلام ده كله اما بقى في حاجة اسمها متطلبات عملية ودي اللي انت بتحتاج فيها يعني زي ايه مسلا يعني النهاردة انت قررت تنزل باعلانات بانواع معينة من الاعلانات فانت مسلا قررت تنزل على الفيسبوك او انستجرام او يوتيوب او اي انكان المنصة فتبدأ ان انت تحتاج يا اما تصميمات يا اما فيديوهات ودي متطلبات عملية تبدأ تشوف بقى مين التيمي اللي شغال معك تطلع منه المحتوى او تخليه يعمل لك المحتوى تخليه يعمل لك التصميمات او الفيديوهات وكل الكلام ده كله دي حاسمها متطلبات عملية تمام المتالي اللي انت تشتغل عليه وطبعا مش هننسى في متطلبات العملية الاكسس او صلاحية الدخول على الحساب الاعلاني بتاع العميل عشان تقدر تعمل اعلانات او ان انت تنشئ حساب اعلاني جديد تقدر تشترى من عليه او تعمل عليه اعلانات لهذا العميل زائد برضو صفحة السوشال ميديا او صفحة العميل او حسابه على الانستجرام او اي منصة عشان تقدر فعلا تنزل الاعلان من خلال صفحة العميل او تنشئ له صفحة جديدة لو هو لسه براند جديد او حاجة جديدة وده برضو هنتعلمها عمليا في الخطوات الجاية خلاص خط اكسس او صلاحية الدخول لكل المنصات السوشال ميديا بتاعت العميل جهزت الماتيريال بتاعك جهزت التصميمات بتاعتك المحتوى بتاعك كل الكلام نكله جهزت الخطة التسويية بتاعتك بنبدأ بقى النهاردة ان احنا نجاهز اكتر من حملة اعلانية علشان لو حملة اشتغلت يبقى تمام ما اشتغلتش يبقى غيرها يشتغل وهكذا 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 زي ما قدت لك عشان تكسب وقت وتكون جاهز كده وانت شغال بطريقة ومش بس تكون جاهز باكتر من الماتيريال لا كمان تكون جاهز باكتر من منصة يعني انت النهاردة تشتغل على الفيسبوك لا ممكن تشتغل على الفيسبوك وتجرب كمان تشتغل على انستجرام تشوف النتاج هنا والنتاج هنا مفيش مكان واحد فقط بيطلع لك النتاج لك في مكان اماكن كتيرة جدا متاحة ممكن تشتغل عليها وتطلع نتاج من كل واحدة من دول واهم نقطة اهم نقطة اهم نقطة شوف تلات مرات اهو هي الجاهزية النفسية بتاعتك لتلقي اي اي ردود فعلى من العميل او المدير بتاعك. احيانا بتكون شغال مع واحد مش فاهم في التسويق فتلاقي بيزن عليك ويقولك ها فين النتائج مش عارف ايه الاعلان ما جابش الاعلان جاب الكلام ده كله كذا 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 فانت لازم تكون مجهز نفسك لو الاعلان ما جابش النتائج الكويسة المطلوبة انت هترد عليه تقول له ايه طبعا اكيد مش تضحك عليه ولا هتقول له كلام مش حقيقي لأ ولكن لازم تكون مجهز نفسك نفسيا او مهيق نفسك نفسيا لاي ردود فعلى ممكن تترح او اي ردود فعلى ممكن تبقى ضدك لو النتائج مجاتش بطريقة سريعة ولازم تكون مجهز الردود دي بطريقة يعني مش اي كلام وخلاص ما ترميش الموضوع او الكرة في اه في هنقول في ملعب العميل او ملعب الشخص اللي قدامك وخلاص لا لازم تكون بتتكلم فعلا بطريقة حرفيا علشان يكون هو فاهم ان انت راجل شغال فعلا يعني انت راجل مش تقول الكلام مش بتتهرب تمام فيه ناس بتحس ان المساوي الالكتروني ده ما جابش نتيجة فبيتهرب ويقول لي اي حاجة لا انت علشان تمنع قصة التهرب دي لازم لو هو عنده مشكلة قبل ما تبدأ زي ما انا قلت لك هتقعد معاه وتفهم منه كل حاجة لو هو عنده مشكلة قبل ما تبدأ لازم تفاهمها وتقول له والله انت عندك مشكلة في المبيعات او انت ما عندكش مبيعات فانا هعمل لك التسويق ولكن المبيعات ده لك انت فلانت لازم تكون انت بتتواصل معا بطريقة كويسة تواصل مع العميل او مع الناس اللي هي انا هجيبها لك بطريقة كويسة تعرف تبيع لهم الكلام ده كله ولو حصل اي خلل انا بحاول اساعدك بقدر الامكان اقول لك فين الخلل ده فلما تيجي تشتغل وتجيب رسائل او تجيب نتائج ولكن ما يحصلش مبيعات تقول له شفت مشان اقولت لك كذا 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 فاحنا دلوقتي هنصلح بقى الموضوع ونقدر ان احنا نحاول بالزبط نجيب مسلا حد هو اللي تواصل مع العملة والكلام ده كله فبالتالي انت تكون موضح لكل حاجة ومهيق نفسك زي ما قلت لك عشان ما تحسش بضغط نفسي جديد وما تحسش ان انت مش عارف ترد على العميل لازم تكون مستني او جاهز بكل الردود اللي ممكن تحصل عليها لو او تحصل على اسئلتها وانت قاعد شغال هتقول يا محمد طب الاسئلة دي عبارة عن ايه الاسئلة دي يا سيدي هنتكلم فيها بالتفصيل ان شاء الله في المحاضرات الجاية لان هي اسئلة منفصلة على كل منصة وعلى كل طريقة اعلان والكلام ده كله فانت لما تفهم كل حاجة من الالف للياء هتكون قادر ان انت ترد على كل الناس دي كلها تيجي بقى الخطوة الاخيرة او هنقول الخطوة العملية فعلا ان انت بقى تنزل بالاعلانات تخش بقى على الفيسبوك وتخش على انستجرام وتبدأ تعمل الاعلان بنفسك والكلام ده كله وتشوف بقى نتاج والحاجات دي كلها وده اللي احنا هتعلمه بطريقة عملية جدا من اول المحاضرة الجاية ان شاء الله بالتالي المحاضرة الجاية هتكون عملية كلها فما تتوقعوش بقى بان هي محاضرات تسويق والكلام ده كله فما تتوقعوش المونتاج الرهيب جدا في الفيديوهات يعني يسهلوا الموضوع علي زي ما انا بسهلها عليكو كده تمام فانا بعملكو الفيديو ما يعني جدا يعني بحاول بقدر امكان نفضي نفسي عشان اعملكو الفيديو وانزله لكم فما تستنوش بقى اللي هو حاجات تظهر من هنا وحاجات تظهر من هنا والكلام ده كله والمنتاج عالي جدا 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 لانه فعلا بياخد مني وقت رهيب ان شاء الله من المحاضرات الجاية هيكون كلها عملية على الكمبيوتر نبدأ نفتح مع بعض نتعلم مع بعض هو ايه الحساب الاعلاني نتعلم مع بعض اللي هو حساب البيزنس نتعلم مع بعض ازاي نعمل الاعلان انواع الاعلانات نتائج تحسيني النتائج كل الكلام ده كله هنتعلمه واحدة واحدة على جميع المنصات فيسبوك تويتر انستجرام بقى كل المنصات الجديدة اللي ظهرت كمال عشان نكون قدرين على ادارة اي حملات اعلانية او اي او اي نوع من انواع المنتجات او الخدمات على اي منص التواصل اجتماعي او اي حاجة خاصة بالتسويل الالكتروني عارف ان حلقة النهاردة كانت طويلة جدا وياكاد تكون مملة شوية لان هي كلها نظري ولكن احبت اجمع لكم كل الحاجة النظري كلها في حلقة واحدة ونخلص منها عشان البقى كله يكون عملي ما نكونش بقى مضطرين ان احنا كل شوية عمين نقعد نتكلم كتير في المحاضرات الجاية كله هيكون بس شرح على الكمبيوتر مش هيكون بقى في حاجات ايه يعني نظري كتير تمام كده لو انت عندك اي اسئلة اصبصرات اكتبها في الكومنتات تحت او على منصة لو انت لست منزلتهاش هتلاقي مجبودة تحت في او في التعليق المثبت اسفل الفيديو لا التعليق المثبت هتلاقي في الحلقة التانية او هنقول القناة التانية بتاعتي اللي هي خاصة بالقصص وخاصة بالقصص النجاح الشركات لو انت غاوي قصص نجاح الشركات فهتلاقي فيها ان شاء الله الفيديوات كويسة ممكن تلاقيها لسه ما نزلتش الفيديوهات فيعني صبرا جميلا هتلاقي كل حاجة نزلت على القناة التانية بجهز لكم الفيديوهات واحدة واحدة تمام فشوفوا النشاط اللي انا فيه بنزل لكم هنا كورس كامل وبنزل لكم على القناة التانية قصص لطيفة كده للنجاح عشان تتعلموا انها وتتعلموا الشركات التانية بتشتغل ازاي? فلو انت عندك اي اسئلة او اصف سرعة خاصة بهذه الحلقة او المحاضرات الجاية كمان نزلها لي في الكومنتار تحت وانا هجاوبك عليها ان شاء الله اول باول وبس كده كان معكم حمد الفيه واشوفوا على خير ان شاء الله المحاضرة الجاية سلام. شكرا